في 2022 أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر محتوى أطفال في العالم العربي من خلال خريطة برامجية كبيرة جداً ومسلسلات وأعمال كرتونية وأيضاً دراما يمكن اللي احنا شفناه كان أحد هذه الأعمال الهمة بالأطفال واللي هيتم عرضها في رمضان القادم عندنا قبل كده شفنا يحيى وكنوز شفنا تيسكوفري شفنا نور والكوكب السعيد السنادي في مسلسل جديد وفكرته والجديد فيه أنه هو مهتم بشريحة معينة من الأطفال ونقدر نقول المراهقين منورنا في الاستوديو النهاردة الكاتبة كاتبة هذا العمل والغير من الأعمال الخاصة بالأطفال الكاتبة الدكتورة سماح أبو بكر عزت أهلاً بحضرتك الدكتورة أهلاً بحضرتك منورنا وكل سماح حضرتك طيب وحاجة طيب دكتور يوسف أهلاً وسهلاً كتابة الأطفال معروف أنها كتابة صعبة جداً حقيقيًا وأعتقد أن ده مش أول تعاون بين حضرتك والشركة المتحدة من خلال مسلسلة الأطفال الجديد السنة دي بقى هو الحقيقة أنا شعرفت أن أنا بشرف على المحتوى الدرامي لمسلسل نورا يعني هو كاتب العمل المؤلف الشاب الموهوب محمد عدلي أنا بشرف على المحتوى الدرامي نورا كل التحيلي طبعاً طبعاً بالتزامن مع إطلاق الكرادة السياسية مشروع تنمية الأسرة المصرية كان لازم يبقى فيه اهتمام بعناصر هذه الأسرة فالمجلس القومي للمرأة أطلق برنامج نورا برعاية السيدة الفاضلة السيدة أنصار السيسي الدائمة دائماً للمرأة والفتاة المصرية وكان الهدف منه هو تمكين الفتاة بالذات فيه الكرة اللي هي مشمولة بالرعاية من قبل مبادرة حياة كريمة فإزاي حضرتك تقدم عمل يعبر عن الفتاة المصرية يبقى آيقونة للفتاة المصرية أنا دائماً كنا بنقول إحنا ما عندناش آيقونة للبنت المصرية دائماً متعلقين بالغرب لا عايزين بنت مصرية بقى بسيطة جدعة بتواجه صعوبات ممكن تقع بس ترجع تقف تاني علاقتها بأسرتها شكلها إيه إزاي بنعدها أنها تواجه المجتمع تواجه سوء العمل تواجه المشاكل اللي ممكن تعترضها اجتماعياً ونفسياً وصحياً كل ده يعني بنشتغل عليه بنشتغل عليه المجلس من خلال برنامج نورا بنزله الكرة بنعمل شغل مع الفتيات في الكرة ولكن عشان تتبرر الفكرة أكتر كان لازم تتقدم من خلال عمل بقى الانيميشن للأطفال يعني ده مش مجرد مسلسل ده هو مشروع بالزبط كامل اسمه نورا بالزبط والعمل ده ترجمة بقى لله هيحصل بالزبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر